متصلون باقونا في معبر أرقين معنا موفد القاهرة الإخبارية إلى هناك أحمد أبو زيد أحمد بعد التحية والتقدير صفنا ماذا يدور من أحوال هذا المعبر تامر نحن هنا وقد وصلنا للتو قبل نحوي ربع ساعة فقط من الآن الصورة تبدو بل هي إنسانية بامتياز لأننا نتحدث عن عشرات الأسر الأسر بشكل أدق مئات الأسر نحن وصلنا إلى ما يزيد على 250 حفلة تقريبا منذ أن أعلنت السلطات المصرية فتح أبواب معبر أرقين لمواطنيها للمصريين وهذا اطلاع بالدور الاعتيادي الذي تقوم به مؤسسات الدولة المصرية ليرعاياها للمواطنين المصريين الموجودين في مكان يستشعر فيه أنه ثم تخطر محدق بحياة أبنائها هناك لكن هناك أيضا جانب آخر ودون ضقيق بالمناسبة تامر ودون أي صخب بهدوء شديد للغاية تستقبل مصر عشرات ومئات الحافلات التي تأتي من الجانب السوداني إلى داخل معبر أرقين هذه الحافلات وأنت تشير إلى الأرقام التي أعلنتها الخارجية المصرية بنحو 900 مواطن مصريين أو 904 مواطنين مصريين جرى إجلاءهم من الأراضي السودانية ما بعد هذه الاشتباكات التي دارت رحاها بين قوات الجيش السودانية وبين ميليشيا الدعم السريح حتى هذه اللحظة لك أن تتصور أن كل هذه الحافلات وهي حافلات ربما تظهر الصورة جانبا منها حافلات عريضة البدن كبيرة الحجم إلى حد بعيد وبالتالي فهي محملة بأعداد تفوق وبمراحل العدد الذي تم من خلاله إجلاء عدد من المصريين ما يفهم من خلاله أيضا أن هناك عملا دقوبا مصريا دون ضقيق ودون صخب وهذا ربما يشكل ملمحا من بين أهم ملامح العمل المصري في هذه المرحلة إجلاء الرعاية المصريين هذه مسألة مفروغ منها لكن حتى المواطنين السودانيين الذين يحق لهم الدخول إلى الأراضي المصرية يتم العمل على قدم وساق وعلى مدار الساعة الرعاية الأجانب الذين كان هناك اتصالات مستمرة بين المسؤولين المصريين ونضرائهم من هذه الدول لمحاولة تنسيق وتسهيل عودتهم إلى مصر كنقطة ممر ومن ثم الذهاب إلى وجهاتهم النهائية بالتنسيق بين وزارة الخارجية المصرية ونضرائها وبالتنسيق حتى بين مؤسسات الدولة المصرية الرسمية في قمة الهرم السياسي فيها مؤسسة الرئاسة المصرية وكنا قد تابعنا مثلا بالأمس تامر الاتصال الذي جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برئيس الوزراء البريطاني ريشي سونك صحيح أن جانبا من هذا الاتصال كان معنيا بالوصول إلى صيغ للتهدئة بين السودانيين في هذه المرحلة لكن جانبا آخر منها لا يبدو خافيا على أحد كان مرتبط بتسهيل عودة وإجلاء الرعاية البريطانيين من الأراضي السودانية إلى الأراضي المصرية ومن ثم الوصول إلى وجهاتهم النهائية تابعنا حديثا مصريا يونانيا في هذا الإطار يخص المواطنين اليونانيين والقبارصة في الأراضي السودانية تابعنا حديث مستمرة تخص عددا من رعاية الدول الأجنبية في الأراضي السودانية رغبة في إعادتهم عبر الأراضي المصرية والوجهة الأكثر تفضيلا لدى الكل والأكثر أمانا لدى الكل هي معبر أرقيم بالمناسبة تامر هناك مشاهد قد لا تكشفها الكاميرات قد يبدو هذا مفهوما لكنها بنظر العين تبدو واضحة وقد لا أكون مبالغا إذا قلت إنها قد ترى بالقلوب لا ترى بالعيون أولئك الأطفال والصبية من الصغار الذين وصلوا وهم يمسكون بأياد ذويهم وبأياد أبائهم وأمهاتهم بقدر كبير من التشبث وكأن هناك تمسكا بأمل الحياة هؤلاء الأطفال الذين أرهقت مسامعهم على مدار هذه الأيام دوي طلقات الرصاص وقضائف المدفعية التي كنت تشير إليها وهم قد لا يكون لديهم سابقة معرفة ولا خبرات بما هي هذا الرصاص وبأسباب اندلاع هذا الاشتباك أهي المسببات السياسية كما قيل أم إن هناك تمرد مسلح تقوم به ميليشيا على النحو الذي روع معه الآمنون ونهبت معه الثروات والممتلكات للمدنيين لعوام الناس هؤلاء الذين وفدوا وتجاوزوا مسافة تصل إلى نحو ثمانمائة وخمسين إلى تسعمائة كيلو متر أولئك الذين قدموا من بؤر الاشتباك من الخرطوم إلى معبر أرقين أرهقتهم صحيح المسافات لكن ما كان مرهقا أكثر وما يرى من بين أعينهم وما يرى من بين قسمات وجوههم أتحدث عن الصبية وعن الأطفال عن الفتيات الصغيرات اللي أمسكنا في أياد ذويهن مشاهد تبدو مؤثرة للغاية وكأن هناك أمل أكبر في الحياة صحيح أن أمل الحياة يبدو في كل مرة وفي كل مكان واحد لكن حقيقة عندما تخفت أصوات طلقات الرصاص ويخف معها دوي إطلاق النار يبدو باعث الأمل والباعث على الحياة أكبر بكثير تامر هذه من بين أهم الملامح التي يمكن أن ترى وترصد وأقول لك أننا هنا فقط قبل نحو ربع ساعة بمجرد وصولنا إلى هنا كان هناك عمل كبير ليس فقط مرتبط بوصول الحافلات وهذا عمل يتم على مدار الساعة كما كان يشير مصطفى عبد الفتاح قبلنا وربما حتى في الليلة السابقة كان يشير إلى هذا لكن عملا آخرا موازيا قد لا يقل في أهميته عن الأعمال الإدارية واللوجستية المرتبطة بتدميم وإنهاء الإجراءات هنا عبر السلطات المصرية المعنية في معبر أرقين لكن عملا آخرا أيضا مرتبط بسيارات الإسعاف التي لا تكاد تتوقف في حركتها عبر موظفي ومسؤولي الهلال الأحمر المصري الذين يقدمون خدماتهم على مدار الساعة بل على مدار الدقيقة لأنه ربما يكون هناك بعض الوقت الذي يتخذ في هذا المعبر على خلفية إتمام الإجراءات والاستيثاق من الأوراق الثبوتية الخاصة بالعابرين مصريين أو سودانيين أو من الرعاية الأجانب خلال هذه المدة يكون العمل أكبر ما يكون على عاتق أولئك الذين يقدمون خدماتهم في درجات عالية للغاية من الصمت تامر نعم أحمد أنا وعيت لبكور القدوم إلى هذه النقطة ولكن أبواق السيارات كانت تضج في أثناء حديثك معنى ذلك أن الحركة لم تختلف ليلا عن نهار؟ على مدار الساعة تامر وهذا أقول لك وأنا لازلته حريصا على هذه الإشارة هذا عمل دون صخب ودون ضجيج ربما الضجيج كان آتيا من أصوات أبواق السيارات كما أشرت وكما سمعنا جميعا هنا لكن هذا العمل الذي يتم على مدار الساعة لم تقدمه دولة لا في المنطقة ولا في غير المنطقة عندما تصدر بعض الدول بياناتها عن إجلاء 200-200-300 أكثر أو أقل عبر تنسيق مع دول أخرى عبر إجلاء رعاياها عبر الاشتراك في تنسيق جهود لإجلاء رعايا دول آخرين نحن نتحدث عن الآلاف فقط في بضعة أيام تقوم بها مؤسسات الدولة المصرية دون صخب ودون ضوضاء صحيح أن الجهد الجهيد والعمل المنسق بشكل أساسي يقوم على إجلاء الرعايا المصريين لكن هناك أيضا عمل آخر مرتبط بفتح الأبواب أمام كل من يحق لهم الدخول إلى الأراضي المصرية من المواطنين السودانيين من مواطني ورعايا الدول الأجنبية الأخرى الذين يتم تنسيق الاتصالات مع مؤسسات الدولة المصرية إذا كنا نتحدث نحن جوازنا الثانية من بعد منتصف الليل لكن العمل يتم على مدار الساعة 24 ساعة لا يختلف فيها العمل ليلا عن ساعات النهار العمل على مدار الساعة تامر ولازلت مصر أنه إذا كانت أصوات أبواق السيارات قد اعترضت طريقة هذه المداخلة فإنها ربما تكون فقط إشارة لحجم العمل الذي لم يتوقف ولا يبدو أنه سيتوقف إلا مع إتمام مراحل العمل كما تريدها السلطات المصرية بالتنسيق مع السلطات الرسمية في السودان تامر أحمد أنت وصفت وصف القلب كما أشرت وصف العين في هذه النقطة في هذه الساعة المتأخرة من قلب هذا المعبر كيف تراها الحركة سلوك العابرين جنسيات العابرين على الأقل رأي العين وأنا أعي مرة أخرى أن القدوم لتوه الحديث تامر عن حالة من الوجوم الأذهان شاردة للغاية وهذه مسألة تبدو متصورة ومفهومة تماما لأفراد ولأسر ولأشخاص كانوا ينظرون إلى مستقبل حياتهم على هذه الدنيا بأنه مستقبل محفوف بالمخاطر أن تتحدث عن أولئك الذين قطعوا مسيرة طويلة للغاية استغرقت في بعض الأحيان أكثر من يوم ونصف فقط في مسيرة القدوم من أماكنهم من أماكن تجمعهم إلى داخل هذا المعبر وصولا إلى هذا المعبر الحديث يبدو كله مرتبط بحالة الإرهاق الكبيرة التي تعترض كل القادمين أولئك الماكفين الذين ينتظرون إتمام إجراءات دخولهم حتى يتمكنوا من اجتياز معبر أرقين مباشرة إلى حيث وجهاتهم كما يتم تنسيق ذلك مع السلطات المصرية الأمور إذا كنا نتحدث عن رأي العين تامر فأنت تتحدث عن مشاهدات إنسانية بامتياز ولا يمكن نظر إليها إلا باعتبارها مسألة إنسانية مئة بالمئة مجددا تامر الحديث الذي كان مستمرا من السلطات المصرية وبشكل دائم حقيقة نستدعي ما كان يذكره الرئيس المصري بشكل دائم أننا ندير سياستنا بشرف في وقت عز فيه الشرف حقيقة تامر هذه مسألة ترجم على أرض الواقع أي شرف أكبر من أن تفتح أبواب وطنك وهو الوطن الكبير الذي كان ولا يزال كما تقول الدوائر الرسمية المصرية وبشكل دائم على أن مصر ستظل هي الوجهة الأكثر أمنا لمن شاء أن يذهب إلى وجهة الأمان مصر هي التي تفتح أبوابها وبصورة دائمة ومرة ثانية وثالثة وربما سيتكرر هذا الحديث تامر لأنه لفتني للغاية منذ لحظة الوصول إلى هنا دون صخب ودون ضوضاء ودون ضجيج آلاف يا تامر جرى استقبالها في هذا المعبر دون أي إشكالات في الدخول طالما أن الأمر مرتبط بتسهيل الإجراءات الرسمية وبالمناسبة حتى تامر تيسير هذه الإجراءات الورقية والمستندية التي يتحتم على المصريين وعلى غير المصريين أن يجتازوها حتى يتم تيسير عملية الدخول لهم جرى توسيع دائرتها عبر مكتب التمثيل القنصولي في ودي حلفة غير البعيد عن هذه المنطقة معشرات الكيلومترات فقط أقل من 100 كيلومتر تفصل مكتب التمثيل القنصولي في ودي حلفة الذي جرى دعمه بمزيد من الموظفين الإداريين المصريين التابعين للسفارة وللمكاتب القنصولية العاملة في الخرطوم في بورد سودان كلها مفتوحة وهي تعمل أيضا على مدار الساعة اتساقا مع عمل أيضا يتم على مدار 24 ساعة في معبر أرقين تامر الأمل والرغبة في الحياة تامر هذه هي المشاهد الأساسية التي يمكن القول بأنها دائما ما تأتي من كل الوجهات التي تشهد اشتباكات تشهد أصوات أطلاق الرصاص أطلاق النيران هذه مسألة تبدو فارقة تماما لا في عمر الشعوب في مجملها ولكن حتى في عمر الأسر في عمر نظرات الأفراد فقط لأنفسهم بأن هناك أملا حقيقيا بدأ يولد في الحياة والحق في الحياة هو أبسط الحقوق التي يمكن أن تكون لصيقة بالشخص تامر أنت أحمد لفت إلى هذه النقطة أنا لم يعد لدي أسئلة فأنت أجملت بكل ما تفضلت بذكره في هذه النقطة ولكن هذا هو أحد أشرص الروافد التي تأتي من هذه الصراعات حين تشتعل في الأوطار بين أهلها أنا شاكر أحمد سنتابع معك أحمد أبو زيد موفد القاهرة الإخبارية من معبر أرقين على الحدود المصرية السودانية في أقصى الجنوب المصري شاكر لك هذه المشاركة